بدأت رحلة ميلاني بيركنز بعد دوامها المدرسي حيث كانت تبيع الأوشحة المصنوعة يدوياً في المتاجر والأسواق في جميع أنحاء بيرث في أستراليا وهي في الرابع عشر من عمرها فقط فميلاني كانت مقتنعة بأن الحرية المالية لا تأتي إلا من خلال بناء مشروع بعد الثانوية التحقت ميلاني بجامعة أستراليا الغربية وتخصت في الاتصالات وعلم النفس والتجارة كانت تعمل كمدرسة خصوصية في تصميم الجرافيك للتلاميذ وخلال عملها لحظة الصعوبات اللي يواجهها الطلاب في تعلم برامج التصميم مثل أدوبي فوتوشوب حيث أنه يستغرق الطلاب فصل دراسي كامل في الجامعة للتعرف على الميزات الأساسية لبرامج التصميم المعقدة فرأت ميلاني فرصة إنشاء منصة تصميم لا تتطلب خبرة فنية تركت الجامعة في سن 19 لمتابعة مشروعها فيوجن بوكس مع شريكها كليف أوبراخت في 2007 سمحت فيوجن بوكس للطلاب تصميم الكتب المدرسية السنوية الخاصة بيهم باستخدام أدات بسيطة ومجهزة بمكتبة من التصميم الجهزة فكان أوبراخت شريك ميلاني يتصل بالمدارس كل يوم في محاولة للحصول على عملاء جدد لفيوجن بوكس وعلى مدى خمس سنوات نمت شركة فيوجن بوكس وحققت النجاح وأصبحت أكبر شركة لتصميم الكتب السنوية في أستراليا ثم توسعت في فرانسا ونيوزيلندا بعد هذا النجاح برز أهتمام مستثمر كبير لهذا المشروع فقامت ميلاني وشريكها بتغيير اسم المشروع إلى كانفا واجتمعا مع المستثمر لتوضيح أهمية المشروع وقدرته على التوسع عالميا لكن الفشل كان حليفهما ولم يقتنع المستثمر بفكرة المشروع ولكن في تفكير ميلاني الاستسلام لم يكن خيار فانتقلت هي وشركة إلى سيليكون فالي وقاما بيضم مؤسس جديد عنده الخبرة التقنية ونجحت الفكرة ولاقت رواج وفي 2021 أصبحت ميلاني بيركنز واحدة من أغنى نساء أستراليا وشركتها تقدر بحوالي 10 مليار دولار للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today